وصلت انبارح من كرة السلة وتحقيق بطولة السوبر المصري النادي الاهلي اللي بيصل بهذه البطولة انه تخطى نادي الزمالك في عدد البطولات الاجمالي وتبقى عدد من البطولات قادرين بإذن الله على تحقيقها لتخطي نادي الاتحاد السكندري النادي الاهلي الآن ببطولة السوبر المصري يصل إلى البطولة رقم 32 ودائما وأبدأ أكرر الحوار اللي ضار بيني وبين يعني كابتن طرق الغنام والكابتن أحمد الجرحي لما بتكلم معهم في قصة أن الجيل ده من اللاعبين مع أوجستي الموديل الفني بالشخصية دي قادرين على أنهم يحققوا بطولات وعدد بطولات في فترة قليلة يتخطوا بها بعض المنافسين قال لي مش ده ترجطنا إحنا ترجطنا نتخطى كل المنافسين لأن قدرنا وقدر النادي الأهلي يكون رقم واحد شفنا قد إيه روح النادي الأهلي بالأمس في المباراة بعد إخفاق فيه يعني تأخر في النتيجة في الفترة الأولى والفترة الثانية والفترة الثالثة بتعود للفترة الرابعة وتحقق البطولة وسط أجواء احتفالية لم تخلو على الإطلاق من عالم فلسطين فبطولة مهمة مبروك لكتيبة السلة في النادي الأهلي وبالتأكيد مبروك لجماهير النادي الأهلي وبالتأكيد مبروك لأوجستي وبالتأكيد دي لقطات طبعا من قبل المباراة فارس بالتأكيد هناك بعض السلبيات ومهم جدا نتعامل مع هذه السلبيات من أجل استمرار التفاق الكاسح وله طبعا أستاذ العامل فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بالكفية الدعمة لفلسطين وعالم فلسطين دائما وأبدا في الاحتفالات من لعبي النادي الأهلي يعني أكيد مبارح كان المشهد أنا يمكن قلت هناك فائز واحد وفيه اتنين فائزين ما فيش خاسر النادي الأهلي فاز بالبطولة والفارقين فازوا بالكلمة والموقف أكيد كان مشهد رائع للفارقين أيضا فريق الزمالك بأعلام فلسطين أو بالرسالة الموجهة لفلسطين كانت رسالة من الفارقين ولكن قطاع السلة أيضا كان مهم جدا أنه هو يتدارك الموقف لأن يعني جمهور النادي الأهلي كان عنده حالة من القلق كده على مستوى فريق السلة وبعض التراجع فكانت البطولة دي يا جماعة مهمة وفي الأوقات دي أنت بتحتاج نقطة تديك تاني نفس تديك ثقة تديك عند الجمهور قناعا أن أنت قادر تواصل سلسلتك وأنا دايما عندي وجهة نظر في ألعاب الصلاة سهل جدا 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 أن أنت تقدر تحقق عدد كبير من البطولات وزي يا جماعة كده ألعاب الصلاة مختلفة شوية بمعنى إيه؟ أنت لو عندك جيل تقدر تسيطر على فترة طويلة جدا عشان حد يكسر سيطرتك دي بتكون صعبة يعني شفنا الطائرة كان عندك جيل فيها وعندك قدرات أنت بتبقى عارف أن الجيل ده مرجح ما فيش في مصر حد عنده القدرات أن يقدر ينافس قوي الفريق ده إلا لما خدوا العيب أساطير من الناس دي بالضبط فأنت عندك في السلة ده حاصل فعشان كده كلنا مدركين أن دي الفترة اللي أنت تقدر تكتب فيها تاريخ وتقدر تغير فيها تاريخ وكلنا توسمنا منذ مش بس وجود أوجستي كمان من قبل كده والطفرة اللي بتحصل في كرة السلة وإحنا شايفين أن النادي الأهلي ممكن يغير بسهولة تاريخ كرة السلة في مصر